أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة عملت على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام من خلال تعزيز الاستثمارات والصادرات في هيكل الاقتصاد أضف رئيس الوزراء أمام القمة العالمية للحكومات والمنعاقدة في دبي أن دولة تعمل على تعميق وتحفيز تصنيع المحلية كما تسعى الدولة المصرية إلى المزيد من تحفيز وتعميق التصنيع المحلي ورفع مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي إلى 20% خلال عام 2030 من خلال مواصلة العديد من التدابير التي يتم تبنيها مؤخرا لتشجيع الاستثمار الصناعي عبر تسهيل عمليات منح الإراضي الصناعية وتبسيط إجراءات الحصول على الموافقات والترخيص والبدء في توطين 152 فرصة استثمارية صناعية بما يسهم في تعميق الصناعة المحلية وتسهد في مصر وفي سياق استراتيجية الزكاء الصناعي 2030 زيادة نسبة مساهمة تلك التقنيات لتسهم بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال دعم القدرات البشرية المتخصصة وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية المواتية وتنمية الشراكة الإقليمية والدولية الداعمة